السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من توعية نظراً للكلام الكتير اللي اسمعناه الفترة اللي فاتت عن اللبن الحليب والاسئلة الكتير اللي جات لنا واللي كانت تجيتها ان بقى اقتونا واطلغبطنا وبقى عندنا اسئلة كتير جداً اشرب لبن ولا مشربش طب لو هاشرب لبن يعني اشرب انه نوع من اللبن في انواع كتير جداً ده اللي هنجاوب عليه النهاردة مبدئياً اشرب لبن ولا مشربش قولاً واحداً طبعاً نشرب لبن اللبن لقى قيمة غذائية صعب انها هتتكرر في حاجات تاني كتير جداً 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 فلو انا مشربتش لبن انا الخسران طب ايه الكلام العجيب اللي اسمعناه ليقولك لأ ما اللبن غير صحي وغير مفيد واذا كان على القيمة الغذائية بتاعته والكالسيا من اللي فيه احنا ممكن ناخدها من اكلات تانية افعلاً هي الحاجات دي موجودة في اكلات تانية بس ربنا رزقنا بها كلها في حاجة واحدة اسمها اللبن طيب يعني اشرب لبن اشرب لبن بقلب جامد انهي نوع من اللبن نبدأ بقى الحكاية من البداية زمان كنا متعودين بنجيب اللبن السايب اللبن الخام بنجيبه بنغليه ونسيبه يبرده ونحطه في التلاجة ويقعد معنا يومين ثلاثة ونعمل منه زبادي والدنيا زي الفل بعد فترة اكتشفنا حاجة عجيبة بالرغم ان الغليان ودرجة الحرب تاع الغليان اللي بغلي بها اللبن دي بتقضي على معظم البكتيريا الضرة الا ان في بعض الانواع من البكتيريا زي السلمونيلا والإيكولاي لا يقضي عليهم الغليان ان وجدوا يعني اللبن السايب اللي انا هجيبه ده لو موجود في الانواع دي كلها الغليان مش هيقضي عليها فبدأنا نوصل لمرحلة جديدة في صناعة وتاريخ اللبن الا وهي مرحلة البسترة بيجيبوا اللبن في المصانع نعرضوا لدرجة حرارة عالية ثم تبريد مفاجئ فنبقى قضينا على جزء كبير جدا من البكتيريا وده حلو يعني مفيش في بكتيريا يقضي على 90% من البكتيريا الضرة طب والانواع اللي ما كانتش بتموت في اللبن السايب اللي بنغلي في البيت مضمون خلوها منه تماما مش بوجودة فيه خالص طب ده شيء حلو جميل طب درجة الحرارة اللي بيتعرض لها وعملية البسترة دي بتأثر على قومة الغذائب اه فعلا ده حقيقي ولكن مش بالفروق الكبيرة قوي اللبن المباستر ده اللي هو ايه اللي بروح السوبر ماركت بلاقيه موجود في التلاجة وصلاحيته بتبقى يسبوع طب ده حلو جميل ده تمام هو تمام لي نحنا لكن مش تمام لناس تانية ناس تانية اللي هم مين المصانع والشراجات البزنس اللي بمليارات الفلوس اللي بتدور في حجم التجارة دي مربحة جدا كان قدامهم اه تحدي اللبن المباستر صلاحيته اسبوع ولازم تلاجة ونعود ننقله في تلاجات ونحطه في السوبر ماركت في التلاجة وفي حاجات مرتجع منه بترجع فالموضوع كان مكلف بالنسبة لهم اه ماديا ومورهج جدا فكان عندهم حلم قاعدوا يفكروا كده يا سلام لو نستعمل تقنية جديدة تخلي اللبن ده صلاحيته طويلة ست شهور ولا تسعة شهور كده ويا سلام لو يبقى في حاجة كمان ما تخلهوش محتاج تلاجة ياه ده احنا نكسب مكاسب فظيعة لحد ما جون فعلا وقالوا هنطبق تقنية ال-UHT يعني UHT معناها ايه Ultra Heat Treatment اللي هو تعريض اللبن لدرجة حرارة عالية بحيث ان انا بقى ضمن ان انا قديت على كل البكتيريا الضارة اللي موجودة فيه وقالوا ايه حلوة واكتشفوا ان ده كمان مش محتاج تلاجة جميل وقالوا هنبدأ ننفذ تب استنوا يا جماعة بس قبل ما تبدأوا تنفذوا فيه ابحاث كتير اتعاملت على الموضوع ده واتقال عليه كلام كتير جدا نتطمن بس ونتأكد لأول ان هو فعلا لبن طب ما هو لبن طبعا فعلا لا مش لبن البروتين اللي موجود في اللبن UHT اللي هو المعالج حراريا شكله مختلف تماما عن البروتين اللي موجود في اللبن السايب او حتى اللبن المبسطر الرابط اللي بين البروتينات نفسها تكسرت اذا كنا احنا بنقول بنشرب لبن ونشرب أولادنا على لبن علشان النمو والرياضيين يشربوا لبن لا البروتين شكله اتغير خالص هو يعني اما البروتين شكله اتغير لا دي حاجة مهمة على فكرة البروتين ده لما بيتغير دوابانه اصلا في جسمي بيختلف تعامل جسمي معاه علشان احصد على الفايدة بتاعته بيختلف في بعض الفيتامينات اللي موجودة فيه بيصعب امتصاصها واستفادت جسمي منها بتتغير اللي حصل في البروتين ردوا وقالوا ما هو في الاول وفي الاخر ما هو بروتين برضو يعني احنا جبنا حاجة من برا اتغير شوية بس مش قضية المشكلة هي ما زال فيه بروتين ما تحبكهاش وتقول لنا شكله ايه ومش شكله ايه طب لو جاتها البروتين لوحده ماشي ما فيش مشكلة طب والفيتامينات والاملح والمعادن اللي موجودة فيه هتعملوا فيها ايه اللبن فيه فيتامين اي فيتامين بي فيتامين سي فيتامين دي فيه حديد فيه سوديوم فيه ماغنيسيوم فيه زينك فيه ايودين فيه حاجات كتير فيه الكاليسيوم طبعا فيه حاجات كتير جدا الحاجات دي كلها فيه جزء منها هتضمر تماما ومبقاش موجود وفيه جزء منها نثبته قال هتعملوا ايه قالوا بسيطة انت محبكها وفاكرها صعبة ويعني طب خلاص هنعمل توليفة من الفيتامينات والاملح والمعادن ونضيفها على اللبن بعد ما نخلص المعالجة الحرارية بتاعته ونكتب على القلبة من برا انه فيه فيتامين كذا وفيه كالسيا من اثبت وكذا والدنيا عادي زي الفل والناس اصلا فاهمة ان اللبن مفيدة حتى خطر الكالسيا وطب ما خلاص ما احنا كانت بلوهما هو فيه كالسيا مثل الفل خلاص تماما استغفر الله العظيم طب يا جامعة تابوا الانزيمات اللي فيه انزيمات ايه الربن ده فيه انزيمات كتير فيه انزيم اللايبيزل مسئول عن هطم الدهون فيه انزيم النسيت في انزيم اللايبيز المسؤول عن نهضم الدهون في انزيم اللاكتيز المسؤول عن نهضم الكربوهيدريت والسوكريات اللي موجودة فيه الفوسفتيز المسؤول عن نهضم الكالسيام اللي موجود في الحليب كل الحاجات دي راحت فين دي بقى تم القضاء عليها تماما ده دي الانزمات اللي ربنا حطتها في اللبن علشان تهدم المكونات اللي موجودة في اللبن علشان جسم يستفيد بيها دي مش موجودة وليش اخترعتوا حاجة فيها تاني دي اتحبك هش بقى يعني مع ايه يعني انزمات الدنيا تمام دنيا تمام ايه ده بيغير اصلا انتو بتعملو ده ده غير في شكل اللبن نفسه وفرحته وفي طعمه اللي متعود على اللبن الي او المعالج حراريا ما يعرفش يشرب اللبن السايب او اللبن المبسطر ولك ايه ده لا لا ده رحت وحشة وطعم وحش بوزه زقنا احنا تعودنا على الوحش بقى هو ده الطبيعي بالنسبة لنا واللبن اصلا بطعمه الطبيعي احنا نسيناه ما نعرفوش وبقينا لو هنشربه ما يعجبناش التاني خالص شفت وصلنا لحد فين بعد ما عملوا له في دماغهم وقالوا هننزل كان فيه تخوف هو ممكن الناس في يوم من الايام تغضب على اللبن ده وتقول لا ده مش حلو وتقول ناخد المبسطر او ناخد اللبن السايب فكان فيه خطة ايه هي الخطة لها كذا مرحلة اول حاجة احنا لازم نكبر الموضوع ونخوف الناس من اللبن السايب ده نهائي تماما خالص ايبا احنا كده خلصنا من ده خالص طب ونعمل ايه في التاني سهلا نغرق الدنيا اعلانات شو بيقول اذن علوه ده انا مرة من السحر هنغرق الدنيا اعلانات ليل ونهار وهنعمل اللبن ده وعلا بصغيرة كده وبفواكه كتير وبالشوكولاتة وبالشوكولاتة وبالشليمو كده ونحبب الاولاد فيه ونعود نجيب اعلانات وصحتك من الطبيعة وشايفين شكل البقرة وهي مش عارف ما اشياء هنخلي اللبن ده المعقم موجود في ثقافة الناس وهو رقم واحد عندهم ونجحوا في اللي هم كانوا عايزينه ما هو اللي يجعلهم يعملوا كله ده بيدوروا على مصلحتهم بيزنس تجارة فلوس اذا كانوا هم بيدوروا على مصلحتهم احنا من حقنا برضو ان احنا ندور على مصلحتهم ونقول لا للبن المعالج حراريا ونقول لا لليوتشيتي كفاية انا اعرف ما هي مش نقصة انا كمية مواد حافظة كتير جدا في حكالات كتير جدا وتلوز في حاجات كتير جدا فمش نقصة فاذا كنت عايز اشرب لبن ما اشربش اليوتشيتي ده مبدأ اياه الخالص طب خلاص انا بعد اللي قلته ده مش هدخل اليوتشيتي ده بيتي اعمل ايه بقى اشرب ايه قدامك خيار من اثنين الخيار الاول هو اللبن السايب ما انت بتقول بقى فيه حاجات والله لو دامن مصدره وانهم بينظفوا كويس وبيعقموا كويس والحاجات اللي بيقولوا فيها كويسة ودامن نظفتهم طبعا اشرب اللبن السايب ما فيش حاجة زي القيمة الغذائية بتاعته هو اعلى لبن في القيمة الغذائية طب انا قلقا مش متطمن خايف اللبن السايب ده ممكن يبقى فيه حاجات دي خلاص خلينا في الخيار التالي اللبن المباستر هو خيار اقمن ما فيش في اي مشكلة خالص وما فيش مقارنة بينه وبين اللبن المعالج حراريا خالص هو اقل في القيمة الغذائية من اللبن الطبيعي السايب ولكنه الفروقات ما بينهم مش كتير يبقى الخليل بالنسبة لي النمرة واحد لو انا ضامن كل حاجة يبخلني في اللبن السايب مش ضامن خليني في اللبن المباستر لكننا لا يوجد شيء اسمي البن يو واتش تي لا يوجد شيء اسمي البن معالج حراريا البن المبصر أن يجبني منه؟ هذا ما هو في الشرطاء في السوبر ماركت كان البن المعاقم والمعالج حراريا يوجد فيN في المنصف على الرف وإن لمه población يحتاج الكلام لماذا لا يحتاج الأمر restoration؟ لا يوجد أي شكل من أشكال الحياة ولا بكترية حلوة أو وحشة ولا إنزمات أو كائنات الحقيقة موجودة تماما والعبوات التي يوجدها محكمة الغلق فخلاص سيضعه في تلاجة هو يبدأ صلاحيته بتبقى ثلاث ايام من بعد الفتح طول ما هو مقفول وعلبته سليمة الدنيا تمام خالص ده انا مش عايزين نبعد عنه تماما يا ايوم ما نروح نجيب لبن نجيب المباستر اللي موجود في التلاجة اللي صلاحيته اسبوع دي قصة اللبن باختصار بدون ما نقعد نلغي في كلام تاني كتير ملوش لازمة أشرب اللبن ولا لأ؟ أيوه أشرب لبن أشرب أنهي نمرة واحد الخام الطبيعي لا معقم لا UHT لا ربنا يحفظنا جميعا نحن نكون قدمنا معلومات مفيدة وعلى وعد بلقاء جديد في حلقة جديدة من توعية اللهم بلغت اللهم فشاد ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ أولادنا ويبارك فيهم ربنا يحفظ مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته